السلامة ومرحبا بكم على قناتنا الاخبارية الحياة لفي كيف ما تعودوا في كل يوم هنا اخبار و احديث اجديدة ومتنوعه اليوم بش نحكيه على منظمة العفوة الدولية اللي طالب اطلاق صراحة ابو غليب فورا زيادة مفوق الناس الكل تدخل و الناس الكل عندها ارى كما تعرف ان هو تم معت ازدار حكم عليه بستة اشهر من النفذ العاجل حيث ادانت المنظمة في بيان لها اليوم الخامسة 18 شبريل 2014 الحكم السادر في حق محمد بو غليب والقادي بسجنه مدد ستة اشهر مع النفذ العاجل وقالت المنظمة بان الحكم السادر في حق الصحفي محمد بو غليب خطورة جدا نحو استدفع حرية الصحافة من جيد حرية الصحافة ببث الاكاتيب والاشاعات اللي قام به هو ليست حرية الصحافة بل هو ثلب وشتم وتشكيك وغيره ويذكر ان الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بدونس قضت يوم الاربعاء بالسجنه مدد ستة اشهر في حق الاعلامي محمد بو غليب في قضية رفعتها ضده مواطنة وموظفة بوزارة الشؤون الدينية ووجهتها الى بو غليب تهم تتعلق بالاساء الى الغير عبر مواقع التواصل الاجتماعي ونسب امور غير قانونية الى موظفة عمومي ليعندوا الحق بالقانون يخطو ان شاء الله ينصف ان يصير كل ما تنسوش اليك اشتراك وبي باي اشتركوا في القناة